الحقيقة كمان شفنا رئيس نادي الاتحاد السكندر وبيتكلم مع زميل سيف زاهر وبيقرب الحقيقة الحقيقة في الشكوى من التحكيم كانت كمان من النادي الاسماعيلي اللي قدم شكوى رسمية للجنة الحكام والاتحاد الكرة على مستوى التحكيم في المسابقة في المماريتين اللي تلعبوا وده الاحتجاج او ده المذكرة اللي بعثها النادي الاسماعيلي اللي بيبدي فيها استياءه من الاخطاء التي تعرض لها الفريق ويطالب المجلس بضرورة منح الاسماعيلي حقوقه خاصة وكذا وبيقول ويبدو ان لجنة الحكام مصر على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق اخطاء غير مقبولة وبيقول النادي الاسماعيلي في بيانه او في شكواه والنادي الاسماعيلي سيكون له وعفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة وبيهدد المجلس بتعليق المشاركة بصوا وصلت لفين شكواه النادي الاسماعيلي بيقول ان المجلس يهدد بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري حال استمرت تلك الاخطاء خلال المباريات المقبلة خاصة وانها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار ويهيب المجلس بجماهير النادي المسندة للفريق اذا ده موقف الاسماعيلي في شكواه مريرة من التحكيم مين اللي بيعمل ارهاب مين اللي بيشتكي مين اللي بيهدد مين اللي بيستجاب ليه الاهلي برضو لا ولم اللي يقولك نتيج كل ده ما تجيبونا حكام اجانب حتى لما بيغلطوا بننقب انفسنا عن هذا الكلام لا نهاجم الآن هو ده الارهاب انتو هاجم المنطق الفطرة الصليمة وقفت عند الاتحاد مع الحج محمد مصلحي وقفت عند الاسماعيلي في شكوى صريحة لا استمرت مع كل الاندية واظر نادي سموحة ايضا خطابا الى السيد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصر كورة القدم وإلى السيد الكابتن ياسر عبد الرؤوف بوصفه الرئيس الجديد للجنة الحكام بيقول الخطاب نادي سيادتكم اسمى التحيات وكذا يرجى التكرم بالعلم بان الاخطاء التحكمية اثرت تأثيرا مباشرا على نتيجة مباراة مين سموحة والزمالك يا أستاذ عمر سموحة والزمالك شوف مين اللي استفاد من اخطاء التحكيم شوف الشكوى الفعلية من سموحة انه اخطاء التحكيم سموحة بيقوله اثرت تأثير مباشر في نتيجة المباراة وعلى فكرة ده اللي اقروا خبراء التحكيم في التحليلات بتاعتهم بيقول النادي سموحة لذا يرجى التكرم بالعلم بتأكيد نادي سموحة على احترامه الكامل لتحكم المصري ونحيط علم سيداتكم بأن نادي سموحة يطلب عدم إسناد أي مباراة نادي سموحة طرف فيها للحكام القاتي أسماؤهم كابتن طارق مجدي والكابتن عمر الشناوي والكابتن محمود ناجي لارتكابه العديد من الأخطاء التحكمية المتكررة في مباريات سابقة دواخد محمود ناجي على سبق اعمال سابقة سواء حكم ساحة أو حكام رابع أو حكم فيديو أثناء مباريات سموحة في الدور وفي الكاس وفي الكاس الربط سماهم بالإسم لأنه واحد زي الكابتن عمر الشناوي في غرفة الفار أول مرة نشوف حاكم فار ما بيرسمش الخطوط ما ترسمش خط كاشف الأفصايد بتعمل صفا شالة بي بس حد طلع قالك الكهرباء أطعت يعني حاجة مرة الكتل شغال ومرة الكهرباء أطعت وده ما يحصلش يا أستاذ عمر الفيشة ما بتتشالش وتحط الكتل بتاع الشاي في مباريات الأهلي ما بيحصلش اللي انت شايفه من شكاوة صريحة ومريرة من نادي سموحة من نادي الإسماعيلي من قبله من نادي الاتحاد وكله يتقلك الأهلي هل الأهلي هو اللي بيشكو والأهلي هو اللي بيهدد والأهلي اللي هو عامل إرهاب الأهلي ما كانش طرف في البلاء والسودة اللي حصلت دي كلها أعتقد ده كلام عشان تشوفه الدرع بتاع عمر أديب لما المنطق يغيب يتكلم إزاي الراجل ويوسف الأهلي اللي هو بيطالب الاتحاد بالالتزام بما اتفق عليه مع رؤساء الأندية كلهم